بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإذن الله هنحل أسئلة كتاب المدرسة على الفصلين فصل الإخراج والإحساس تمام هنبدأ بأسئلة كتاب المدرسة في الفيديو ده لفصل الإخراج تمام عندك بس للتذكرة على القناة لو أنت بسيت هتلاقي لو عزت أي فيديو شرح الإخراج في النبات مشروح كاملا إحساس في النبات مشروح عندك أسئلة مجابعة على الإخراج في الإنسان أو بشكل عام عندك فيديوهات توضحية ليه فصل الإحساس تمام طيب هنبدأ با كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بأول سؤال في كتاب المدرسة طيب أول سؤال بيقول لي أكتب المصطلح العلمي عملية حيوية يكون بقى الكائن الحي للتخلص من نواتج الهادم أو التمثيل الغذاء الضرة لعملية لإخراج وقلنا عشان نقول عليه إخراج لابد أن يعبر الأبشاء البلازمية للخلاي واحدة وصفية للإخراج لو بيخرج من صغر اسمه الصغر المائي السؤال بعده أي التركيب الآتية يتحكم في خروج البول طبعا المسانة ماشي بس أنا عندنا اختيار العضلة الدائرية المحيطة للمسانة العضلة الدائرية العصرة لفتحة المسانة هي اللي بتتحكم في خروج البول تصنع مادة اليوريا أو البولينة مين اللي بيصنع على طول إحنا عارفين الكبد كبد مين اللي بيصنع الكبد طب بيصنع اليوريا إزاي إزاي يقولنا عن طريق فصل المجموعة النيتروجينية اللي هي الـ NH2 من الأحماض الأمينية بيصنع بقى مادة اسمه مادة اليوريا أما اللي بيخرج اليوريا عضو الإخراج لليوريا اتنين فيه تركيب أساسي وهو النفرون وفيه تركيب سانوي وهو الغدة العرقية لها دور بس دور سانوي السؤال اللي بعده يتضفق الدم في الشريان الكولوي لتنقيته من المواد المسرفة بالكلية بمعدل كام والله المفروض معدل 1.2 من 10 إلى 1.3 من 10 ليلتر في الدجيجة طب ما عنديش في الاختيارات أي منهم ما أقرب إجابة لها 1 لتر في الدجيجة لأنه 1.2 من 10 إلى 1.3 من 10 يعني المتوسط 1.4 لتر طب أنا عندي في الاختيارات ما فيش إلا 1 لتر يبقى تكوني الإجابة 1 لتر في الدجيجة الواحد السؤال الرابع بيقول عندما يكون الجو حار للغاية يزداد معدل عرق لأن الشعارات الدموية بحصل لها عملية ايه؟ اتساع أو تنبسط أو ايه؟ تنبسط لما يكون الجو ايه؟ حار أما لما يكون الجو بارد معدل عرق بيجل فالشعارات الدموية تنقبض أو تضيق تمام؟ طيب من وظائف بشرة الجل امتصاص هوى غلط طب إنتاج العرق غلط هو إخراج العرق أو إفراز العرق لأن اللي بينتج العرق هي الغدة العرقية إخراج غاز اللي هو السانوكسيكاربون غلط لأن اللي بيخرج السانوكسيكاربون هو الرئيطين فاضل بها منع ذزو البكتيريا للجسم ليه وظيفة مناعية بسبب وجود الطبقة القرانية للجلد ليه مادة الكراتين السؤال اللي بعده بيقول إيه التركيب المختص باستخلاص البولينة من الجسم طبعا إحنا قلنا لسه جلم شوي اللي بيصنع اليوريا والبولينة والكبد اللي بيستخلص البولينة الجزء الأكبر منها هو الكليا أما الجزء السانوي الغدة العرقي طب هنا هيكون النفرون اللي هو الوحدة الوظيفية للكليا اللي هو النفرون تمام السؤال السابع يبلغ عدد الوحدات الوظيفية بكليتين الإنسان هو عندنا مفروض كم؟ مليون نفرون بكل كلية طب بكليتين الإنسان يبقى 2 مليون نفرون جزء من النفرون يتكون من أنبوبة دقيقة بشكل انتفاخ مزدوج الجضاء يوجب الفنجان طبعا بتتفرع بداخله الشعرات ده موجة زيرة أكيد محفظة بوما اللي هو الانتفاخ في بداية النفرون اللي هو محفظة مين؟ بوما تمام طيب ده السؤال اللي هو رقم 9 اختياري طيب نشوف السؤال اللي بعده بقى بيقول لي الشكل التخطيطي بوضح أحد النفرونات وإمدادها الدم وبالكلية اكتب الرقم الدال على طيب أنا هنكتب لك البيانات كلها واحد ده فارع من الشريان الكلوي مش الشريان نفسه ده فارع منه تمام لأن الشريان الكلوي بتفرع إلى عدة أفروع اللي هو المفروض مليون فارع يعني للكلية اليمنى ومليون للكلية اليسرى طيب اتنين ده ده الشعارات الدموية للجمع الجمع نفسه أما ده محفظة بوما تمام أربعة ده أنبوبة أو قناة ملتفة قريبة طيب وخمسة ده انسناء هنل انسناء هنل والستة ده قناة أو أنبوبة ملتفة بعيدة أما ده قناة أو أنبوبة جامعة يبقى كده أنا اتكلمت على السبع بيانات كلهم كاملين اشرح كيف تمر المواد من الجزء 2 إلى 3 من الجزء 2 إلى الجمع إلى الجزء 3 اللي هو محفظة بوما من خلال الإجابة عملية الترشيح من خلال عملية الترشيح تمام حيث يرشح الجزء السائل من الدم وهو البلازمة فقط بيرشح الجزء السائل من الدم وهو البلازمة هتكمل انت بقى بما به من مية وفضلات نيتروجينية وأملح معدنية وجلوكوز والكلام ده كله لتمر إلى أنبوبة النفرون أنبوبة النفرون اللي هي القناة القريبة والبعيدة وانسناء هنل السؤال إيه لبعد اسكر مركبين بالدم يا مران بالجزء 2 لها شعارات الدموية بتاعت الجمع ولا يا مران بالجزء 3 اللي هو محفظة بوما أكيد 2 لها خلايا الدم لها خلايا الدم حمراء والبيضاء والصفاع الدموية وبعض جزيئات البروتين وبعض جزيئات البروتين اللي هي الكبيرة في الحاج طب لماذا لا يمر أكيد لكبر حجمه لكبر حجمه أنا محفظة بوما دي بتعمل عمية الترشيح مصفة عاملة زال مصف فالمواد ده لا تمر لخلايا الدم ولا بعض جزيئات البروتين وذلك لكبر حجمها طيب نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بقول ايه وضح خلاص سبب خلاص قلناه تمام لكبر حجمه السائل المر بجزء رقم 3 اللي هو محفظت بوما تمام يوجد به كلام جيروكوز والماء واليوريا اشرح ماذا يحدث لهذه المراكبات خلال مرورها بالجزء المتبقي لأنبوبة النفرون ليه الثلاث اجزاء للقناة القريبة والبعيدة وانسناها هينل ايه اللي يحصل لها في أنبوبة النفرون بيحصل لها اعادة امتصاص اختياري طب يعني اعادة امتصاص اختياري بص كده اللي انا اكتبه هيعاد امتصاص ركز كده معظم الماء معظم ايه الماء ويعاد امتصاص كل الجولوكوز تقريبا لو شخص سليم ومعظمه لو شخص مره مريض بمول البول السكري طب ولو يريا لا يعاد امتصاص لا يعاد امتصاص هتخرج مع البول هتخرج مع البول اذكر السال لازم يمر من الكريا المثال البولية طبعا البول لا والبول فيه جميع الفضلات معادة سانوكسوكربو يعني فيه مياه واملاح وفضلات نيتروجينية والسموم متوابل بالاضافة المواد فائضة عن حد جسم زي بعض الفيتامينات او الجولوكوز زيادة طيب قارن بين الفقريات الدنيا والفقريات العليا طيب خلينا نعمل لك مقارنة كده بص كده ثانية في الفقريات الدنيا غير الفقريات العليا فقريات الدنيا زي الاسماك او البر مائيات فقريات العليا زي مثلا السديات او الطيور على رأسها الانسان بتكون في الفقريات الدنيا اعضاء طويلة رقيقة طويلة ورقيقة على جانبي العمود الفقر يعني تختلف خلي بالك في الموقع والشكل شكل والموقع اما هنا لا بتكون اكثر اكتنازا مكتنزة ولك حاكنزة تمام ضياجة يعني طيب بتكون فين خلف غشاء البريطون لو بيبطن التجويف البطن بيبطن التجويف لين البطن السؤال اللي بعد لا تعتبر عملية التبرس في الانسان عملية اخراج بالمفهوم العلمي جنة لانه لا يعبر الاغشية البلزمية للخلايا وذلك لكبر حجمه لكبر حجمه وبالتالي جنة فتحة الشرج لا تعتبر اخراجا لا تعتبر عضو اخراج ليه بيستمر اخراج العرق من الجلد ده في الشتاء رغم برودة الجاو طبعا للتخلص او تخلص الجسم من الماء والاملاح والفضلات النيتروجينية لتخلص الجسم من الماء والاملاح الزائدة والفضلات النيتروجينية الضارة عشان كده بيستمر اخراج الشتاء لكن طبعا بيبقى نسبته زي ما انت عارف قليلة السؤال اللي بعده بيقول طبعا ده بيوضح مقطع طولي في كيلة انسان اكتب اسماء من واحد ست واحد دي دي القشرة وهي منطقة خارجية ضيقة اتنين ديه اللي هي النخاع وهي منطقة داخلية عريضة اواسعة تلاتة ده اللي هو الحالب اللي بينقل البول قطرة بقطرة من حض الكيلية الى المسانة البولية طيب اربعة ده وريد طالع يبقى ده وريد كولوي تمام وده بيحمل طبعا دم غير مؤكسج بس دم ناقي بيبقى اقل لنسبة فضلات النيتروجينية وخمس ده الشريان الكلوي الدم بتاعه مؤكسج وده فرع من الاورطي لكن لكن هو فيه نسبة فضلات ناورطينية عالية بيكون اجل شوية من الوريد الكبدي لان اعلى واحد الوريد الكبدي اما ستة ده لوحوض الكلية وهو تجوف الكلية المقعر لانعص خصائص كل جزء الذي تتجمع فيه الانبوبة او الانبيب الجامعة سؤالي بعده تتوقف كمية البول اللي بتستخلص الكليتين من الدم في اليوم الوحدة على عدة عوامل عاوز بعض العوامل والله طبعا توقف على درجة الحرارة طبعا لو در حرارة عالية العرج بيبقى اعلى البول اقل في الشتاء العكس في الشتاء العكس على كمية الماء المتناول اللي بتناوله الشخص تمام لو بتناول مية كتير لإعلاقة ببعض الهرمونات في الجسم إذا هرمون مثلا احنا قلنا عليه اللي هو الـ دي اتش لإعلاقة مثلا بنسبة الفضلات والأملاح نسبة الأملاح اللي بتناوله الشخص والبروتينات اللي بتكون فضلات نايت روجيني عوامل كتيرة بتأثر على موضوع البول تمام وكمان بتأثر على كمان عوامل كفاية الكلية هل الكلية نفسها كفاية عالية ولا لا تمام هل عنده الكليتين شغالين تمام ولا لا ولا بيكون عنده فشل في إحدى الكليتين وهكذا تمام عوامل كتير السؤال البعض يقوم جسم الإنسان بتكون مادة البولينة عن طريق هدم بعض المواد الغزائية الزائدة عن حاج فما عضو جسمك اللي بيكون مادة البولينة لسه واخدنا من شوية الكبد اللي بيكون هو الكبد وما المادة التي يتكون منها البولينة هي مادة اليوريا اللي هي نتيجة هدم الأحماض الأمنية الزائدة وفصل المجموعة النيتروجينية الأمنية للـ NH2 وبالتالي بيكون بها مادة اليوريا اللي بتطرت في سورة بولين وما العضو الذي يخلص جسمك من الكمية الأكبر واخدنها الكليتان وتحديدا النفر اللي هو الكليتان واللي بيستخلص اللي هو النفر السؤال اللي احنا اخدناه مرارا وتكرارا يدخل الكليا سائل وتركها سائلا فما هذه السوائل التي تدخل وتخرج للتذكرة اسمع ماذا نقول للتذكرة خلينا نحلها لك بس لوحدة السؤالة بيقول يدخل الكليا سائل وتركها سائلا بصرا السائل الداخل هو دم شرياني دم ايه شرياني خصائصه اللي هو داخل عن طريق الشرياني الكلوي خصائصه ان هو دم مؤكسج بس به نسبة فضلات نيتروجينية عالية يعني بيبه غير نقي غير ايه نقي طب السائلين اللي بيطلعهم دم وريدي والبول دم وريدي عن طريق الوريد الكلوي في نسبة فضلات نيتروجينية اقل اقل فضلات نيتروجينية يعني ممكن نقول عليه انه وريد نقي تمام ودمه طبعا انت عارف انه غير مؤكسج اما البوليس ياخدينه مكوناته كل المكونات معادة ساني اكسيد الكربو ثم اخيرا هو عاوز بعض الحياة عاوز الصغر المائي اللي هو بيخرج منه ماء الادماع عن طريق خطرات الادماعية اللي انت عارف اللي هو في نهاية الجز دمع المتخصص وده خلايا واحدة او عدة ايه خلايا مفكك السؤال بعده النتح الكوتين اللي هو فقد نبات للماء في صورة بخار ماء عن طريق طبقة الكوتكي للشمعية وده بشكل 5% النتح الصغري فقد نبات للماء في صورة بخار عن طريق الصغور وده بشكل اكتر من 90% العديسي بشكل مقادر صغيرة عن طريق فتحات اسمها العديسات عاوز تجربة توضح صعود الماء بقود شد النتحي ليقصد تجربة الزئبق هتشرح تجربة لطلبة الازهر اما العام بجيلك اسئلة علاقة تانية مختلفة تمام ده بالنسبة لنهاية الفصل الاولاني ده اسئلة كتاب المدرسة هتنتظر بنا ان شاء الله باذن الله اللي هي الاسئلة المتبقية بالفصل التانية والفصل الاحساس ما هيوصل الفيديو لزميلة تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته